تكلم على جيش بتتكلم على مقدرات دولة وشعب منفعش فجأة تاخد قرار واتدمر بلدك تاني من يأخذ قرار حرب لابد أن يكون له دراسات وتقييم طيب أنت عايزي من الحرب دي مصر عملت كده الرئيس سادات كان مبكراً رئيس عبد الناصر ولكن القدر رئيس سادات وجرانيت واحد ثم اتنين رئيس سادات على طول أننا رايحين نحارب ولكن مش رايحين نحارب وخلاص أنت عندك أرض محتلة فأنت بتاخد قرار الحرب عشان نرجع أرضي يبقى أنت خدت قرار استراتيجي لاسترداد الأرض مش رايع عشان نضمر جيش وقول إن أنا انتصار لا أنت بتاخد قرار بتحدد بالضبط هدف من الحرب إيه واحد اتنين تلات اربعة رئيس سادات عمل اجتماع يوم تلاتين سبتمبر عام تلاتة وسبعين اللي خد فيه قرار كان من قبلها قرار متاخد ولكن القرار لما عمل الاجتماع في منزلي في الجيزة وروى هذا اللقاء بالضبط السيدة عمل بغيط في كتاب شاهد على الحرب والسلام هذه اللحظات قال فيها هذا الاجتماع المدقق والذي كتب السفير مخلوف سجل هذا محضر الاجتماع ده وكتبوا بالنص السيدة عمل بغيط في كتابي شاهد على الحرب والسلام وانا قريت لحلقكم الكتاب ده وهذه الشهادة واليوم ده بالذات يوم تلاتين سبتمبر عام تلاتة وسبعين قبل حرب اكتوبر من ستة ايام حرب يوم ستة عمل اجتماع الرئيس سادات خلص الساعة واحدة ونص صباحا من تسعة لوحدة ونص سمع فيه الفريقة والاحمد اسماعيل اللي اجتمع فيه للوزراء للحكومة كل واحد بيقول رأيه ولكن في الآخر كان فيه مخاوف لكن الرئيس سادات منسق مع القيادة العامة لقوات المسلحة ما هو طبعا مع القيادة العامة لقوات المسلحة بس لازم يسمع التموين عنده ولا ما عندوش عنده اكله وشربه ولا ما عندوش واخبار الحاجات موجودة ولا لأ ويبقى الاقتصاد شكله ايه والبلد راحتين طب نكمل لكام وقت فازر التموين وقتها قال والله ادوني فرصة الرئيس سادات قالوا ما عنديش فرصة ما عنديش وقت يعني يه لسه عايز تجاهز عندك يكفة ايه تلات اربعة شهور خلص كفة تلات اربعة شهور شعب هيتحمل هيتحمل اقتصاد حرب اقتصاد حرب راحين نحارب فهناكل اي حاجة ونشرب اي حاجة بالمناسبة يعني في الوقت ده ناكل اللي موجود ونشرب اللي موجود ومش مهم لا شي ولا سكر ولا اي شيء المهم البلد تحارب والبلد تنتصر ده كان الشعب المصري في تلاتة والسبعين الشعب عمل كده كان عندنا ازمة بالمصر في كل حاجة في كل شيء بس من اجل ايه انه الجيش يحرر الارض ونتحمل نربط مليون حزام مش حزام واحد مليون حزام وتحمل الشعب المصري هذا الامر الفريق احنا باسمعيل وزير الحربية انا قرار وقتنا كذا هنحدد ايه اجراءاتنا خلاص الجيش جاهز وخلاص والخطة والتدريب على كل حاجة خلاص انت كنت منتظر القرار والقرار كان متاخد المتاخد خلاص ان انت مجاهز من بدري عمل تضرب جيشك وقواتك فين وتعيد بناء حق الصواريخ وتعيد بناء قوات الجوية وتعيد تسليح المشاة والقواء والمدرعات وغيره وتروح لروسيا تعمل ايه يعني كل شيء حتى خطة العمر كلها جاهزة وتعمل تدريبات في الخططبة وتعمل حقطة عشان تعدي وتجيب المياه مضخات المياه تستوريء وتجيب كل ده وانت بتجهز الحرب هو دي قيادات ودي الدول انا بأخذ قرار انا عارف اعمل ايه واحنا الرئيس ساداته قال كده مع الفريق اول احمد اسماعيل احنا الضربة بتاعتنا هتوبوا ايه لحد فين وازاي واحنا مدانة ايه هو مدانة اللي احنا رحله انت عايز تحريك زي ما الرئيس سادات قال كده ضربة موجعة عشان احرك الموضوع خلاص ولازم تقول للعدو ان احنا عندنا جيش هيحارب وهينتصر عليك وهيضمرك وتعمل كده رغم التفوق ورغم الجسد الجو الامريكي وطبعا كل حضراتكو عارفينه وكان قرار رحنا حاربنا انتصرنا وهنا نقف انتصار الارض الامريكان يدخلوا الروس يدخلوا ايه نحل الموضوع طيب يلا نبدأ مفاوضات اولى تانية ثم بعد ذلك نروح حتى وصلنا الى كام ديفيد ثم معهد السلام كل ده ما جيش الا لما سرئيل شافتك ان انت عندك قوة وتستطيع في اي وقت انك تهزمها في اي وقت تهزمها تاني في اي وقت تهزمها الجيش النهاردة حاليا حاليا القوات المسلحة المصرية حاليا قدرتها زادت عن تلاتة وسبعين في كل شيء قول مثلا مئتين مرة مئتين وخمسين مثلا انا بكلمك بجد بكلمك بجد قدرتك في تلاتة وسبعين حاجة النهاردة زادت في كل شيء تسليحك كله في حاجات احنا ما نعرفهاش في حاجات احنا ما نعرفهاش تسليحك كله معدتك كلها تدريبك كله قوتك كلها في كل شيء زادت مثلا مئتين مرة اكتر مئتين مرة عما هو عليه في تلاتة وسبعين بفضل ربنا وكرمه وقيادة رشيدة عندها رؤية 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 عشان لما تقول لأ يبقى لأ في أي حاجة فتم الإفراج عن وأنا أعتقد أن ده إفراج ربما يكون مبدائي مبدائي قد نرى حاجات أخرى أكيد إنه ما زال هناك الكثير كثير من الأصرار وفي حاجات بالمناسبة ممكن ما يتمش الإعلان عنها ممكن أصدق حاجة بترجع إيه القيادة العامة قواتي مسلحة تعسي في رجع عن إيه بالزبط إيه الوسائق اللي انت النهاردة في هذا التوقيت إحنا لسه بنحتى في الأكتوبر طب بينا نفرج عنها دلوقتي إيه أي حد عايز يشوف يشوف هو حر إحنا كلمنا خمسين سنة بس إحنا عادة الجيوش والناس يفرجوا فيه توقيت يقول لك خمسين سنة خمسة وعشرين سنة خمسة وسبعين سنة مئة سنة فإحنا خمسين سنة ممناسبة خمسين سنة ولكن هو التوقيت النهاردة الإعلام الصيوني يقول لك آه ده مصر بتفرج في التوقيت ده عشان بيقول لنا رسالة إنت عايز تقرأها زي ما إنت عايز أنت حر حد تاني يقول لك آه مصر بتظهر قدرات إنها عملت 73 وممكن كل واحد هو حر يعني دي تساؤلات ناس كل واحد حر إحنا مصر أفراجت قوات المسالحة أفراجت ولكن زي ما يقول كده دي وسائق عنوانها انتصار أكتوبر ثم السلام تاني دي وسائق عنوانها الحرب ثم السلام حاربنا وروحنا فين للسلام عشان رجع أرضي رجعت بالكامل ما فيش ولا قد شبر شبر محتل ما عندناش بفضل مين ربنا سبحانه وتعالى وجيش عظيم وقادة قادة وصاحب قرار حرب سلام رئيس السادات قرر أحارب وقرر أوقع مع إسرائيل معهده اتفاق للسلام بين البلدين ويفضل هذا الاتفاق مستمر لحنا ولا هم حد شينا يعني بيحاول يعمل أي مشكلة في هذا الاتفاق هم عندهم حرص وإحنا عندنا حرص وإحنا عادة دولة آم مش بتدعو دائق للحروب أبدا لسنا دعاة حرب ولكن إذا فرض عليك إي شيء إذا فرض عليك إذا لكن إحنا لسنا دعاة حروب إحنا دائما دولة بتدعو دائما للسلام وعملها دائما للسلام ولكن هذا السلام يحتاج القوة اللي أنا بقول لها حكي عليها اللي هي مئتين مرة عما كانت عليها في ثلاثة وسبعين لما أقول لك كده تبقى عارف يعني إيه قدرات قواتك المسلحة حاليا إسرائيل عتعرف والأمريكان يعرف والعالم كله عارف قدراتنا إيه اللي موجودة حاليا طبعا زيب بقول لكم إن شاء الله يكون عندنا حلقة مطولة خلال كم يوم اللي جايين مع مجموعة كبيرة من الخبراء عشان يشرحوا لحضراتكم هذه الوسائق الوسائق دي زي ما بقول كده لازم تاخد حقها وأنا بشكر اللي هو دكتور سمير فرق كان معانا في مداخلة هنا ربما في شهر يوليو أو سبتمبر الماضي وأول مرة يتم الإعلان إنه في وسائق بيتم كشفها كان معانا في المداخلة اللي هو دكتور سمير فرق اللي أنا بشكره كان هنا ووقتها قال يعني قال جملة سريعة في وسائق إن شاء الله قريبا سيتم الكشف عنها أو الإعلان عنها تم الإفراج عنها بالفعل زي ما قال لنا كانت معلومة دقيقة في وقتها وعادة اللي هو دكتور سمير فرق شكرا